شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على سعي مصر لتحقيق التهدئة في قطاع غزة من خلال إطلاق صراح الأسرة والرهائن المتواجدين في القطاع ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر تعلن عن جهودها في هذا الإطار بعد إتمامها يتبقى أن نحن نبذل الجهد أيضاً للجميع أن نحن حرصين أيضاً على أن نبلنا دول إيجابي في تخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق صراح الأسرة والرهائن الموجودين في القطاع وبنبذل جهد بس مش كل حاجة بيتم الحديث عنها يعني لما بتخلص بنبقى هنعلن عنها